دلوقتي مشاهدين معد مجز الأهم الأخبار معدين شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير لافتا إلى ما تتيحه الدولة من تيسيرات وحوافز لجذب الاثثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وشهد اللقاء استعراض جهود وزارة الكهرباء في جذب المزيد من الاثثمارات لقطاع الطاقة وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبية فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة وقاليات الإذبوع الثاني من الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية وأوضح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة بعث محافظة البنك المركزي حسن عبدالله برسالة ترحيب لجميع المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية وعنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركين في الاجتماعات التي تصطدفها مصر للمرة الثالثة وخلال كلمتي أشار عبدالله إلى توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام مؤكدا أن اجتماعات العام الحالي تأتي خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو العالمي وارتفاع التضخم وتزايد التوترات الجيوسياسية وتجديد الأوضاع المالية العالمية ومخاطر أزمة الديون بشكل كبير وذلك في العديد من البلدان معبرا عن تطلعه إلى المشاركة الفعالة لجميع ضيوف مصر والعمل على تقديم فرص حقيقية وقابلة للتنفيذ من أجل التغيير أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان توقيع التفاقية في مدينة الجدة بين ممثل قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وذلك لوقف إطلاق النار لمدة السبعة أيام وجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيث التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع لافتا إلى أنه يمكن تمديد مموافقة الطرفين وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقوا على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وأسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تسهيل المرور الآمن لمقدم المساعدات الإنسانية والسلع أعلنت الروسي أنها سيطرت بالكامل على مدينة بخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للأعمال الهجومية بدعم من المدفعية والطيران اكتملت عملية السيطرة على المدينة وذكر بيان الكريمنين أن الرئيس الروسي بلادامير بوتين حنأ قوات بلاده بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة بخموت حذر نائب وزير خارجية أوكرانيا من استنفاذ ميزانية الوزارة بحلول أكتوبر المقبل وأكد أن الوزارة ليس لديها تمويل كافي مشيرا إلى تطلعه لدعم الوزارة بزيادة تمويلها حيث أنها تعاني من عجز في التمويل بنسبة الثلث تقريبا وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية لا سيما في أسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ختم ومجاز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر